اشتركوا في القناة اهلا بكم في موسوعة افتتاحيات الشطرنج وفي هذا الفيديو هننقش احد الافتتاحيات الهجومية المحروفة باسم هجوم الكبد المقلي سنتكلم في هذا الفيديو عن افتاح هجوم الكبد المقلي وهو الافتاح المفضل لكثير من اللاعبين يبدأ بE4, E5 ويعبط ابيض حصانه الى F3 ويرد عليه الاسود بتعبية حصانه الى C6 ويستمر الابيض ببيشوب C4 واضعا ضغطا على مربع F7 وهو اضعف مربع في معسكر الاسود ووصلنا هنا الى وضعية الطابق الايطالي المشهورة والتي تتفرع منها عدة افتتاحيات وبما ان افتتاح هجوم الكبد المقلي هو من الاشرس الافتتاحيات في الشطرنج فاذا كنت لست لاعبا شرسا يمكنك مشاهدة هذا الفيديو والاستمتاع به ولكن احذرك من اللعب به فهو الافتاح المشتعب ولذلك في اوقات كثيرة بدءا من هذه الوضعية فان لاعب الاسود الذين يفضلون اللعب الحذر وبطريقة دفاعية ويحبون الوصول الى مرحلة نهاية الدور يتجنبون الدخول في وجوب الكبد المقلي ويلعبون هنا بيشوب سي فايف ويدخلون في افتتاح الطابق الهادئ ولكن اذا كان اللاعب الابيض ايضا هو لعب هجومي يمكنهم من هنا ان يكمل ببي فور ويحول الافتتاح الى جنبيت ايفنس وهو افتتاح شرس ايضا وبهذه المناسبة سيكون الفيديو القادم مخصص لاحد هزين الافتتاحيين بينما اذا لا ملعب الاسود بيشوب سي فايف ولعب بدلا منها نقطة التعبئة نايت اف سيكس نصل الى الشكل المميز لافتتاح دفاع الفرسين الذي احد تفريعاته هو هجوم الكبد المقلي وهذا اذا وصل الابيض بناية جي فايف ليصل الى وضع المميز لهجوم الكبد المقلي الحصان على جي فايف مع فيل سي فور يضع ضغطا اضافيا على مربع اف سابن وكما قلنا فان هذا المربع هو اضعف نقطة في معسكر الاسود هذا المربع حاليا مهاجم بقطعتين هما الحصان والفيل بينما تدافع عنه قطعة واحدة وهي الملك الاسود ولذلك يوصل الاسود غالبا بلعب دي فايف وهذه هي نقلة الخط الرئيسي الذي سنراه بيدق دي فايف يهاجم الفيل الابيض وهو تحت حماية قطعتين هما الحصان والوزير وفي نفس الوقت يقلق طريق الفيل عن مربع اف سابن ويكمل الابيض هنا بإي تايكس دي فايف ويأخذ الاسود بالحصان تحت حماية الوزير وفي نفس الوقت ما زال يقطع طريق الفيل عن اف سابن الابيض هنا لديه اختيار يمكنه الدخول فيه وهو اخذ بيدق اف سابن بالحصان وهذه هي النقلة المميزة لهجوم الكبد النقلي الحصان الآن يواجم كلا من الوزير والرخ الاسود على اتش ايت والاسود سواء كان هذا جيدا او سيئا فهو مجبر على ان يأخذ الحصان بالملك لانه اذا لم يأخذه سيكون معرضا لخصارة وزيره او رخه بالاضافة الى خصارته لبيضق اف سابن سابقا ومن هنا يجب على الابيض ان يلعب بكل شراسة فقد ضحى بمادة كبيرة ويجب ان يلقي بكل قواه على الملك الاسود من اجل الوصول الى كل الشمات الآن وإلا سيخسر الدور ويجب ان انبهك الى انه في هذا الوضع يوجد العديد والعديد من النقلات والتفرعات المختلفة التي لا يمكن ان اتعرف عليها في مبرد فيديو وحيد ولذلك سأحتيك هنا بعض النقاط الرئيسية التي يجب ان تضعها في ذهنك اذا اردت لعب حجوم الكبد المقلي نقلة الابيض التالية هي كوين اف سري تشك وهذا الملك الى اي سيكس هذه النقلة هامة جدا ويجب ان نضع في ازهننا ان الابيض لم يفز فقط بتمبو بتعبئة الوزير مع اعطاء كش للملك واجباره على الحركة ولكنه ايضا كان يهدئ الحصان على دي فايف الذي اصبح تحت الهجوم بالفيل والوزير ولا توجد غير مقرة واحدة للنجاح وهي كينج اي سيكس اذا لعب الاسود كينج جي ايت سيتعرض للكش مات بعد بيشوب تيكس دي فايف تشك ولا يستطيع تحريك ماركو ويجب عليه لعب كوين تيكس دي فايف ثم كوين تيكس دي فايف تشك ولا يستطيع الاسود غيرها بيشوب اي سيكس ثم كوين تيكس اي سيكس تشك مات لذلك يجب ان نلعف ازهاننا ان الاسود يمكنه ان يلعب لقلته سيئة وان افضل نقلة هي الذهاب ماركو الى اي سيكس فاذا لعب مثلا كينج اي ايت سيواصل الابيض بلعب بيشوب تيكس دي فايف والفيل تحت حماية وزيره والابيض متفوق ماديا كما ان لديه نشاط شرس ايضا مثل كوين اف سيفان شك مات كما ان الفيل ايضا يحتل موقع ممتاز والابيض بصمت عامة لديه دور جيد اذا حاول الاسود الدفاع عن مربع اف سيفان بكوين اي سمن يواصل الابيض ببيشوب تيكس سي سيكس تشك والاسود علي التحرك بملكه لانه اذا اخذت ضيجق سيواصل الابيض بكوين تيكس سي سيكس تشك ويفوز بالرخ على اي ايت اذا الاسود سيحصل على موقف سيئ اذا جاء لملكه الى جي ايت او اي ايت ايضا اذا لملعب الاسود كينج اي سيكس وحاول ان يلعب كينج اي سابن فانه سيحصل حصار على دي فايف كما انه يغلق طريق فيلم مربعات السوداء على اف ايت اي سيكون متخلفا ماديا وكذلك لا يستطيع تعبئ القطعه وهذا بالطبع في صالح الابيض اذا لا توجد النقرة هنا اذا اراد الاسود تكمل في الدور غير كينج اي سيكس وهنا يستطيع الابيض التكمله بنايت سي سري انها ليست فقط نقرة تعبئة بل ايضا انها نقرة قوية لانها تزيد الضغط على حصان دي فايف المربوط بفيد سي فور ولا يستطيع الحركة وتهدد بالفوج به الاسود هنا لباقي الخيارين الاول هو الذهاب بحصان سي سيكس الى بي فور وهذا يحق شيئين للاسود اولا يحمي حصان دي فايف وبذلك يرفع بعض الضغط من عليه وسانيا يهدد بالاخذ على مربع سي تو بشكة الحصان للملك والرخ الابيض على اي وان والابيض لديه القليل من الردود احد هذه الردود هو لعب اسري بتهديد الحصان مما يقبله على اخذ بي دق سي تو بكيش مع تهديد رخ اي وان ولكن بما ان الابيض اختر لعب هجوم الكابد المقلي فهو يعلم ان هذا الهجوم يهتمل بالقطع النشطة وليس بالفوز المادي المؤقت وبلا ان رخ اي وان لا يقدم الكثير حاليا للابيض لذلك يضحي به في سبيل ابعاد الحصان عن حماية زميله على دي فايف ويلعب بالبساطة كينج دي وان واذا اخذ الحصان الاسود رخ اي وان فان هذا يلائم جدا للابيض حيث سيصوب كل قطعه الى الملك الاسود في وسط الرقعة بعد ان ابعد الحصان الاسود المدافع عن طريقه ومرة اخرى اذكرك ان هذا الافتداح شرس جدا ويقوم فيه الابيض بتضحيات كبيرة ولذلك فان هدفه هو الفوز واعطاء كشمات للملك الاسود في مرحلة مبكرة من الدور الابيض يكمل بالاخص على دي فايف بحصانه من سي سري والحصان اصبح في موقع ممتاز للغاية والاسود ليس الى دي غير تحريك الملك الى دي سيكس حيث لا يستطيع اولا الذهاب لعمود اف لوجود الوزير وكذلك لا يستطيع البقاء على اي سيكس حيث سيكون معرضا لكش خطيرة بالكشف من فيل سي فور بعد تحريك الحصان دي فايف لاي مربع ملائم وهنا يستطيع الابيض المواصلة بدي فور وهذه النقلة تنشط فيه زي المربعات السوداء كما ان البيضق يسعى للتخلص من بيضق اي فايف الاسود واذا اخذ الاسود على دي فور يلعب الابيض فورا بيشوف افور تشيك وهذا يعتبر فوز سهل للابيض حيث ان الميك الاسود في الوسط محاصر بكل القطع البيضاء ولذلك اذا عودنا لهذا الموقف نجد ان الاسود لا يستطيع ارز لخ اي وان وربما يلعب نايت دي فور مهددة للوزير الابيض الذي يكمل ببيشوف تيكس دي فايف تشيك وبالطبع لا يستطيع الاسود مع وردة الاخذ سواء بالوزير او الملك لوجود حصان سي سري ويلعب الاسود جينجي دي سيكس ويرد الابيض بكوين جي سري رابطا بيدق اي فايف كما اتخلص من تهديد حصان دي فور وبالطبع النظر عن نقلة الاسود القادمة فان الابيض سيواصل بلعب دي سري لتنشيط فيل سي وان ويواصل الهجوم على ملك الاسود المدواجد في وصل الرقع اذا عدنا للموقف الاسلي نجد ان النقلة الاخرى للاسود بدلا من ناية دي فور هي ناية اي سمن التي تدافع عن حصان دي فايف ويستطيع هنا ان يواصل الابيض بالتبييد في جناح الملك وليس مهما طريقة تكملة الاسود فاذا لعب مثلا سي سيكس لحماية حصانه المهدد على دي فايف سيواصل الابيض بروك اي وان مستعدا للعب دي فور وهي نقلة مزعجة للاسود حيث ان بيدقه اي فايف مربوط بالرخ كما ان الاسود لن يستطيع حمايته ببيضق اخر كذلك نقلة دي فور فتحة الطريق لفيل الابيض ومربعات السوداء على سي وان الذي سيساهم في الهجوم على ملك الاسود في وسط الرقع حتى يصل الى الكيشمات وهكذا لقد عرضت عليك هجوم الكابد المقلي وهو احد تفريعات افتتاح دفاع الفرسين ارجو ان تكون قد استفدت واستمتعت بهذا الفيديو وايه اللقاء في فيديو قادم وافتتاح جديد واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك